لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له ولي مرشدة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ضاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم وجعله الوارثة منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على سيدنا محمد The instruction of the sound of the kids بسم الله الرحمن الرحيم وتواصلوا بالصبر وأصلي وأسلم على من روث رحمة العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعن بسم الله الرحمن الرحيم نحن 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 على طرق استجابة الدعاء طرق استجابة الدعاء لا بد من التنبيه إلى ما يلي أحبتي في الله أولاً one of the basic aims of the Friday as was designed in Islam واحدة من أهداف أو بعض من أهداف خطبة الجمعة it's either for educational purpose هدف تعليمي تثقيفي by having a new information an informative talk educational talk هدف تعليمي تثقيفي or fixing misconceptions or correcting misconceptions أو تصحيح مفاهيم one of the main purposes of الخطبة or pay the attention to something has to do with Muslim Ummah or the Muslim society that you are living in أو تنبيه لقضية يتعلق بالأمة أو المجتمع الذي تعيش فيه or spreading awareness نشر الوعي تجاه قاضية or whatever so we have many many purposes for the خطبة لدينا أهداف عديدة الخطبة today's purpose حالف اليوم basically is correcting misconception هو تصحيح مفهوم خاطر with regard to the response to the دعاء يتعلق باستجابة الدعاء now where did the problem come from من أين أتت المشكلة the problem came to the mind of some Muslims from the following facts أتت من كلا الحقيقة التالية does Allah سبحانه وتعالى say in the Quran وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ or not is it true that Allah says in the Quran وَقَالَ رَبُّكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ مِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ In another verse Allah سبحانه وتعالى says وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي طَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانْكُمْ and if O Muhammad if my servants ask you about me let them know that I'm so I'm too close from them let them call upon me and I will respond to them and I will respond to the one who's calling upon me وَإِلَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي طَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ so I'm just quoting two verses فقط آياتين Quran يوجد tens of other verses but this is one of the most well-known من أشهر الآيات وَقَالَ رَبُّكُمْ اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ now this is called جُمْلَة شَرْطِيَّ and it is told by Allah جُمْلَة شَرْطِيَّ يُخْبِرُ بِهَا اللَّهُ conditionally close if you come to me I will give you ten dollars this is called conditional close جُمْلَة شَرْطِيَّ بِمَعْنَة إِذَا أَتَيْتَ وَزُرْتَنِي سوف أُعْطِيكَ عَشْرَة دُولَرَات so if you came and I do not fulfill my promise I might be what a liar والعياذ بالله so from here comes the problem Allah says and if Allah says definitely Allah fulfills but Allah subhanahu wa ta'ala الآن يعد يقول وَقَالَ رَوْ قُدْعُونِي أَسْتَجِبُ الآية تقول إِذَا دَعَوْكَ يُستَجَبْ لَك والله هو المقبل so in reality is it a true or not that many of us we do call but no response في الواقع في الحقيقة أليس من الواقع أن بعضا بل كثير منا يدعو ولا يستجاب له so here comes the problem that you are trying to fix the misconception in this Allah is promising if you call I will respond in reality we do call but there is no response so where is the problem here comes why we need always to remind ourselves يا أحبا نحن أمت إقراء we are the people of knowledge we taught humanity knowledge before Islam and after Islam there is no nation on earth that is concerned with علم like Muslim the first ayat was read so therefore and I remind you with something very important I mentioned in the previous khutbah the kard shayt when we want to understand something in the quran if I don't understand anything in the quran or in Islam in general we need to understand other related verses لابد أن نجمع الآيات الأفقة المتعلقة أو الأحاديث and if you remember we said something about the context السياق so if you want to understand a problem or to fix a problem تصحح مشكلة or to fix or to correct a misconception it's not wise just to focus on one verse leaving other verses or to focus in one حاديث leaving other أحاديث what we need to know to bring other related أحاديث and verses نحتاج إلى جمع المتعلقات المتشابهات في الموضوع من الآيات والأحاديث لنفهم الفكرة so in this path في هذه الطريق لتصحيه المفهوم نحتاج أن نفهم أمرين رئيسين we need to understand two things now the first thing is موانع إجابة الدعاء the obstacles in the face of responding to the dua the elements that prevents your dua from being responded ما يمنع مسيح رغراك يسمى موانع إجابة الدعاء obstacles عوائق في مريق إجابة الدعاء second way we have something in case if I'm entitled to be responded إذا بستحق إجابة الدعاء ولا يوجد موانع هناك طرق لإجابة الدعاء it's not just one way we have different ways that Allah responds to our dua so two basic things to understand the package حزمة إشكالية إجابة الدعاء تحتاج إلى أمرين معرفة الموانع understanding obstacles or the preventive elements then the ways by this you will be comprehending رح تكون هكذا مستوعب للقضية الموانع what prevents my dua from being responded this is not my opinion it's in the حديث الصحيح where Prophet محمد صلى الله عليه وسلم it's narrated by Imam Muslim it's a long حديث I will take from the حديث just what is related to our topic قَالَ صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعبه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي وفي رواية وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك الرابي صلى الله عليه وسلم يقول الرابي لم يفهم ما أعلم بلا تعالى لأنه جدًا 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 الآن في says الله تعالى does not accept but the clean purified cleansed things طيب ذنب رفت محمد he mentioned the person who is traveling traveler and as you know the traveler especially in the past he's entitled for responding for the du'a من أسباب إجابة الداع في الإسلام السفر why because you are in one of the weakest without a traveler forget our time now in that time traveler means he's exposed to all kind of dangerous things a predator an animal could kill him at any moment a gang a person a thief anything could happen to him no protection it's not like our days no highways no cars nothing at all لتعرض الخطر المسافر لذلك هو من أسباب دواعي إجابة دعاء السفر the prophet محمد says ثم ذكر الرجل يطيل السفر he mentioned the person he is traveling most of the time which means he's a very difficult situation one it's not just a traveler in a weak dangerous status but he is doing his duty in terms of asking Allah he is confessing admitting that Allah is the one who responds and he's making the dua it's not just making the dua from the bottom of his heart he's asking he's fulfilling his duty and he mentioned that he is Ash'af Agbar the word Ash'af now in English the one whose hair is uncapped and shaggy يعني بالعربي شعر خلينا نقول مهرقل أشعaf Agbar literally means the one who has a lot of dust on his clothes which means he's full of dirt dust uncapped shaggy traveler all kind of elements which entitles him to be responding in his dua he's poor miskin weak traveler uncapped full of dust full need and dust in Allah so he has fulfilled all the conditions that his dua should be responded prophet Muhammad continues then he said but you know problems always comes after but his food has come from haram sauce his drink has come from haram sauce his clothes has come from haram sauce his clothes has come from haram sauce which means from completely everything in his life has come from haram sauce how come Allah will respond it's like saying in our you know simple language are you making jokes with Allah so how come it's like when I say please if you don't come to visit me you don't respect me you don't answer my calls you don't respond to Microsoft how come you want me to respond to you you are ignoring me I call you you don't respond I ask you do something you don't respect I then we say why you don't call me why how come depending on what you are ignoring me completely you are breaking all ties with me so why should I respond to you this is the first point which is we called it what now the obstacles the preventive elements that they stop my dua from being responded even though Allah is so I need to be assured when I say Ya Allah I should have already done my best not to have a'wah ijabat du'a so it's unacceptable for example practical example it's unacceptable that I'm a district I do I do not respect for example my parents and I'm screaming in the face of my mother whenever she asks me for something I'm disrespecting I'm dealing with my mother in specific okay mothers they face this problem with their kids much more than fathers always this is disrespect and this is a major sin islam and he can be under the back so to allah akbar always I'm screaming I'm in the face of my mother then few minutes later say allah magjihni ya allah please help me in my exams how come how come it's the contradiction it's unacceptable you know my gaze you know I do not lower my gaze I look to every haram thing in the street help me in my job this is problem this contradiction this is the first step of fixing correcting the misconception second step in the last 10 minutes we said we need number one the number two we said we need to know the ways of responding and here comes the glad tidings the good news we start with the difficult things and we end with good news albushra al-akhbara al-akhbara al-tayba wal-mufliha in another hadith narrated by imam ahmed in different narrations in his musnad the conclusion of them prophet Muhammad says in the hadith ma min muslim yadru bid da'wah laysa feeha ifmun wala qati'at rahim illa a'atahu allahu biha ihda thalaf rahim 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 there is no muslim calling upon his lord asking allah for something but with a condition that this da'wah does not contain ifim or qati'at rahim ifim means sin i'm not asking for something haram or qati'at rahim qati'at rahim i'm not asking allah to help me in breaking the ties with my family with my kinship with my relatives which means it's unacceptable to make a dua for illegal haram thing it's unacceptable if you are muslim and you have submitted yourself to allah and you are a believer and you are not asking for anything that contains violation illegal haram thing but illa haqqqa alallah an yujibahu bi-ihda thalaf but definitely allah will respond but in one of three ways so it's not just one way the first one the first one to hurry up to speed up to accelerate his dua which means this is the first type the first way which most most of us know nothing except it which is let's imagine i want to enroll in a university i finished my high school i would love to go to this university not that university help me to go to this university for example allah responded to me and made it very easy all the gates were completely open and i managed to be in that university everything becomes easy allah helps allah open the gates exactly this is the first one or it will be reserved for him in the here after in terms of i respond by the wisdom of allah sorry i call i ask i do the dua by the wisdom of allah there is no khair in what i'm calling and i don't know but the fact that i'm calling i'm having i'm gaining ajr and khawad this will be reserved in my account in the day of judgments to a degree from other narrations i will be shocked when i will see an amazing amount of ajr they came to me just because of my dua this is second way you need to believe in that something will be reserved your account will be full with this so two number three number three more than narration the meaning of الدعاء والقضاء يتسارعاني في السمااء the dua and the predestination of Allah they are struggling in heaven which means when you make dua this a vera might be a change from the sacred because you are doing a dua so I might be about to have something, a disaster let's say with an amount of 60% because of my dua this problem becomes of just 5% or it was completely removed بسبب دعا أو مثل أي شخص يمكنني أن أقوم بشأن أنا لا تكيب أثام، لدي الكثير من دعا عندما أقوم بشأن دعا، ما سيحدث؟ التكفير سيكون دعا بشأن دعا بسبب دعا لذا، سنضع كل الأشياء بشأن لاحظوا الحديث قال ما من مسلم يبدع الله من غير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان حقا على الله إلا أجابه الله بواحدة من إحدى ثلاثة إذا، سألتك الآن، الأخير إذا لم يكن هناك أشياء في الدعاة، لا أستطيع هذه المشكلة وأنا أستحق الإستجابة أن أجب أن أعرف ما هو أزكار أستطيع أن أنnehmenك الله أستطيع أن تدعو Seeing دعا، لا أجب أن تصدbrush دعا إلا تنفس الهام تكرار الله إذا كنت سأنا نحن نحن سنعود في اليوم من القيامة لذا كنا نحن 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 نتوقع الواقع يمكن أن تكون هناك شخصاً. يمكن أن تكون هناك شخصاً. كل جيداتك ستكون هناك. والأجر من دعاء ستكون هناك. فكذا ستكون شخصاً من الأجر. في ذلك الوقت تعرف أنه المترجم العملة الإلهية المترجم الأدواني في اليوم المترجم فقط سنة ورصة. لذلك أستطيع أن تتفلق أقلاتي. عمد عبّ حسابي عندما يأتي الى الأرض، فقط تأتي الى الأعلى. أتعلمك. يوم الحساب. يوم الحساب. رجل ورصة الوصولة. البحث والنشور فقط سنبدأ. طبعاً. كلنا الآن سنظر إلى المترجم الأدواني. إذا أعطينا سأقوم بها. حساب البنك الإلهي. حسنات ورصة. هل تتفلق من تتعامل دعاء؟ أبداً لا. حتى لو كنت تتفلق دعاء 24-7، كنت تتفلق أجر. 24-7. لذلك لا تتوقف. لا تربط. الدعاء فقط بأن ترى ما تريد كما تريد. لا لا. لذلك لله. الله سنعلم سيقوم بخير لك. أقول قولي هذا. وستغفر الله لي ولكم. فيا فوز المستغفر. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا تجد له وليا مرشدة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لأهله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدير. رسpected brothers and sisters before I make a conclusion I need to remember I was asked to remind you that we have guests from Montreal Islamic school in Montreal the school of Ma'rifah Madrasah Al-Ma'rifah they are desperately in need the ceiling of part of the school has fallen down so they need to fix it half of the school they are not working that they can't work because of the ceiling I think because of the snow so they desperately in need of I think they told me about $70,000 that are doing this their best to collect so donate from the money that Allah subhanahu wa ta'ala has given you may Allah subhanahu wa ta'ala give you the ajara إن شاء الله this will be sadaqa jariya بإذن المولى عزز وجل اللهم اقصدنا من خشيتك ما تحول به بينا ومن نرصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تخول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا ما هم بأسمعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة بنا يا رب العالمين اللهم إن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نرصي أبيدك ماضي فينا حكم عدل فينا حباؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب أمومنا وأمومنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق والواجبات علينا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يضرب العدي والإحسان وإيتاء للقربة وإنها الفحشاء والممكن والبغي لعدكم وعلكم تذكروا ومعاكم الصلاة